رأس اليوم المنسق العسكري بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي اللواء محمد نيل ترأس عمال الدورة التدريبية التي شاركت فيها مختلف الوحدات العسكرية المناسبة يرد بمركز الدراسات وتدريب من أجل التنمية أدم حنفي ومزيد من التفاصيل دورة تدريبية نظمت من قبل المنسقية العسكرية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي وذلك بهدف التدريب وتأهيل هؤلاء المتدربين الذين هم مختلف الفرق العسكرية بالإضافة إلى رجال الشرطة وبعض من المدنيين حيث أن هذه الدورة تعتبر من سلسلة الدورات التي قام بها رجال الأمن في الأشهر الماضية كما أنها تسهم في رفع كفاءة هؤلاء المتدربين في المجال الأمني عند مشاركتهم في الدول الأجنبية وخاصة في الدول الساحل الأفريقي الأمر الذي دفع مسؤولي هذه الدورة هو الحص على سلامة المنطقة وجلب الأمن والاستقرار بين شاد والدول الصديقة المجاورة مدير التدريب المالي الجنسية بمدينة باماكو العاصمة المالية في كلمته قد شكر المنظمين لهذه الدورة كما أشاد بالدور الأمني الذي لعبته شاد وما زالت تلعبه في دول الساحل كما طلب من المشاركين أيضا أن يحرصوا على ما يتلقونه من خبرات بغية تحقيق الأهداف ويذكر أن هذه الدورة ستستمر لمدة خمسة أيام متتالية بإشراف من مدربين ماليين قام حاكم إقليم البطحة جان بيرنار باداري بزيارة مفاجئة إلى السوق المركزي لمدينة آتيا حضرة الإقليم وذلك بهدف التعرف على أسعار المواد الاستهلاكية محمد طهر جبرين الحور ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية في سوق مدينة آتيا التجار يعزون ذلك إلى الافتتاح مؤخرا لمكتب للجمارك بالمدينة هذه الحالة التي لا شك أنها ستزيد من حدة الضغط على شرائح الضعيفة دعت حاكم الإقليم وعوانه وعمدت آتيا إلى القيام بهذه الزيارة المدانية للسوق جان بيرنار باداري تجول بالمحال التجارية والدكاكين مقدما الاستفسارات حول الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع الجنوني لأسعار المواد كالأرز، السكر، الزيت، الفرين، واللحوم الحاكم قال إن تبرير التجار لهذا الارتفاع بمجيء الجمارك أمر غير مقبول لأن الجمارك لا تهتم إلا بالسكر المستورد من ليبيا لذا طلب من التجار العودة إلى الصواب وترك الجشع بعدها قام الحاكم والوفد المرافق له بزيارة إلى السوق الحديث هذا السوق للتذكير تم بناؤه منذ العام 2010 وبعد مرور كل هذه المدة ما زال التجار يرفضون الانتقال إليه لسبب قلة الدكاكين فيه جان بيرنار باداري قال إنه لا ينبغي ترك هذا السوق يضيع هكذا طالبا من التجار تنظيم عنفسهم والانتقال إلى السوق الحديث في أقرب وقت ممكن شهد فندق لارزيدانس ختام عمال نشاطات المكتب التنفيذي لرابطة خريجي مصر العربية التي تم تجديد مكتبها لمدة عامين قادمين محمد عثمان بشير بعد عامين بالتمام من النشاطات المكثفة لرابطة خريجي مصر العربية بيتشاد أقامت الرابطة هذه المناسبة الخطامية لنشاطات مكتبها التنفيذي الذي تم انتخابه لعامين حيث خلال تلك الفترة قد دأب المكتب التنفيذي على تنفيذ العديد من النشاطات التي تنصب في خدمة جميع أعضاء الرابطة وحتى الذين لم ينهوا دراستهم في جمهورية مصر العربية الأمانة التي تحملناها تكلفا منكم وقد أمضينا هذه الفترة بصبر ومثابرة بحثا عن الوسائل التي تساعدنا في إنجاز عملنا وإنزال أهداف الرابطة على أرض الواقع فبعون الله وعونكم استطاعنا إنجاز عدة أمور من بينها أصبحت الرابطة جسرا يصل الخريجين ببعضهم البعض وذلك عن طريق إقامة النشاطات المختلفة كإقامة الرحلات الشهرية والتمرين الرياضي الأسبوعي إصدار تصريح جديد للرابطة وتسجيله في الجريدة الرسمية للدولة رئيس بعثة الأزهر الشريف وعند كلمته أشاد بنشاط وحيوية الرابطة منذ تاريخ نشأتها إلى يومنا هذا هذا وفي ختم هذه المناسبة قد تم توزيع شهادات لأعضاء الرابطة الذين قد نشطوا عبر جهودهم المادية والمعنوية من أجل تنفيذ الأهداف السامية التي تسأع إلى تنفيذها رابطة خريجي جمهورية مصر العربية بيشات عقد المخرج السينماي أندريجون مؤتمر صحفيا تحدث فيه عن مختلف المراحل التي مرت بها عملية إخراج الفيلم الذي أنتجه والتي استقرقت أكثر من ستون دقيقة ابتسام موسى أبطالله وقراءة أبطالله هارون برو جاء أرض هذا الفيلم من قبل المخرج السينمائي أندريجون فيلمه الذي يحمل عسم صافية والذي تناول الجوانب الخاصة بعملية الزواج المبكر وأضراره وقد تم أرض الفيلم بصالة الكبرى بوزارة الشعون القارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي حيث تابع الهضور بعض من فقرات الفيلم الوسائقي الذي ركز على المجالات الاجتماعية التي تخالف بعض النظم المحمول بها في الوقت الراحل هذا وقد عقد المخرج السينمائي مؤتمرا صحفيا تحدث فيه أن فحوى الفيلم وما ترتب عليه من جهد ووقت في سبيل إقراجه وأرضه للجمهور بحدف تقييم كافة الخطوات لأجل الخروج بعمل ناتج ومفيد للجمع ونشر إلى أنه فقد تقلل أرض الفيلم تساؤلات ومداخلات ترمي إلى معالجة الفيلم بالإيجابية هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة للقبل